الحمد لله أن الأمور ماشية بشكل جيد النهاردة تمرين الصبح كان بدأ بمحاضرة من مرسل كولر وبعدين عملوا ترحيب للبرازيلي برونو سافيو المهاجم الجديد للنادي الأهلي اللي شارك فيه التدريبات لأول مرة بعدما تم ضمه رسميا من نادي بوليفار البوليفي وبمناسبة برونو لو بصنا على إحصائياته وعلى المراكز اللي بيلعب فيها هتعرف إزاي أنه هو مكسب إن شاء الله مكسب كبير للنادي الأهلي وإن شاء الله يكون التوفيق حليفه ويقدم مستوى منتظر منه ويقدر يسعد كل جمهور النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين بيلعب راس حربة بيلعب وينج شمال بيلعب وينج يمين بيلعب وسط ملعب يمين وشمال وبالتالي تقدر تستفيد منه في كل المراكز يعني هو لعب 51 مطش كمهاجم صريح سجل 20 هدف وصنع 6 أهداف لعب على الجانب الأيمن 35 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 7 بيلعب في مراكز مختلفة زي الجناح الأيصر والجناح الأيمن ووسط الملعب يمين وشمال وبالتالي هو لعب صاحب إمكانيات وأرقام جيدة نهارده كمان سافيو كلاو التصريحات على هامش مشاركته الأولى في ميران الأهلي وقال أنه اختار النادي الأعظم في أفريقيا وأنه بيحلم باللعب في كأس العالم للأندية ووجه الشكر لجمهيد الأهلي على الاستقبال والدعم الكبير وده الحقيقة اللي هو شافها خلال هذه الفترة تمريد المسائي بقى النهارده كان شوية جيم وبعد كده إحماء وتدريب بصوا دايما عشان تبقوا حضراتكم عارفين اللي بيعمل ثلاث تمارين في اليوم بيعمل ايه بيعمل تمرينة بدني بدني بتبقى كلها بدني الصبح الصبح بتنزل بتتمرن ساعة ساعة لربع ساعة ساعة وعشر دقايب من ساعة من ساعة لربع لساعة وعشر دقايب الكتير كلها بتبقى بدني كلها بجري وتحملات خاصة وتحملات عامة على حسب البرنامج اللي بيضعوا لموديل الفني بعد الظهر بتنزل شوية جيم وبعد كده بتبتدي تعمل التاكتك من خلال تاكتك من خلال البدني الخاص اللي هو الباك اليمين يجري ناحية اليمين خمس ست خطوات الباك الشمال نفس الكلام وهكذا ده هو بس بتبقى فيها كرة عشان رواحد ما يزهقش عشان اللاعب ما يزهقش ما تبقى الصبح ودهر وبالليل بتجري بس فهو ده شكل العام لكرة القدم او لشكل التمرين بقى التمرين بيبقى ازاي الجري الصبح بيبقى ازاي الجري بعد الدور بيبقى ازاي دي حاجات اخرى الجهاز الفني كان مركز على رفع معدلات اللي أقل بدنية طبعا لللاعبين وده هيتواصل خلال الايام القادمة افشا وشريف وعمار حمدي وكوكا يعني لسه بيقدوا برنامجهم التأهيلي بانتظام علشان ان شاء الله يرجعوا احسن من الاول ان شاء الله يكونوا افضل من الاول